اشتركوا في القناة المناطق الهضابة الغربية وايضا منطقة الثورة هي سحب كثيفة عابرة خلال الفترة المسائية الى الليل متابعين نتوقع بإذن الله لتساقط لعمطار غزيرة على ولايات العامة والبيض والأغواط وصل الى مناطق غرب ولاية الجلفة ان شاء الله امطار ستكون العادية ومنطقة الثورة تبقى الاجواء صحو مشمسة على المناطق الشمالية الشرقية الوسطى والغربية ومنطقة الأوراس وشمال الصحراء والوحات وصل الى مناطق الجنوبية الغربية في حين منطقة ولاية تندوف وأدرار وأيضا غرداية وأكثر جنوب الجزائري سنسجل سحب كثيفة عابرة ان شاء الله نذكر متابعين بدرجات الحرارة قصوة من بعد ظهيرة يوم الاثنين ان شاء الله سنسجل حرارة عالية نسبيا خاصة على مناطق الجنوبية خاصة ولاية أدرار وتندوف ما بين 45 الى 47 درجات منطقة تصورة شمال الصحراء والوحات ما بين 38 الى 40 درجات في حين مناطق الشمالية الداخلية الشرقية الوسطى والغربية ما بين 34 الى ما يقارب 37 درجات سوحل الغربية ما بين 29 الى 33 درجات سوحل الوسطى والشرقية ما بين 30 الى 34 درجات البحر أيضا سيكون بإذن الله هادئ وجميل على كل الشواطة الشرقية الوسطى وأيضا الغربية نذكر بهبوب بعض الرياح على المناطق الجنوبية خاصة الجنوبية الشرقية وصل الى وسط الصحراء قد تؤدي لبعض الزوابع الرملية خلال الفترة الليلية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته